متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبزحة وبسلامة فيديو جديد إن شاء الله ويكون فيديو صغير وخفيف ولكن فيديو مهم لكتير من الناس اللي بتدور على عمل منصة X عملت ميزة جديدة وحيكون عليها المنافسة لسه في البداية قليلة فحاول إن أنت تروح تستفيد من هذه الميزة في البحث عن الوظيفة اللي أنت بتدور عليها النهاردة حتكلم عن jobs التي تم إضافتها مؤخراً إلى منصة X وزي ما احنا شايفين كده منصة X بتنافس لانكد إن في الجزء المتعلق بالوظيف عشان أدور على jobs بروح لمور ومن مور بلاقي jobs بدوس عليها تظهر لي الشكل اللي قدامي البحث هيكون بالكيوورد يعني أنت مثلاً بتدور على عمل في مجال الكونتنت كرييشن أو في مجال الديجتال ماركتينج أو حتى بالوظيفة ديجتال ماركتينج سبيشياليست أكاونتنت وبتكتب اللوكيشن البلد اللي أنت عايز تدور فيها فمسلاً سي أنا حقول أكاونتنت وهنا اللوكيشن مثلاً إيجبت طبعاً كمان في إيجبت حاجات كتير جداً أنا هدور على إيجبت بشكل عام وفيه كمان filtration تقدر أن انت مثلاً سي بالlocation type on side, remote, hybrid الاتنين يعني seniority, entry level, mid level فبتقدر تعمل filtration اللي أنت عايزه أنا هنا مثلاً سي بدور في employment time, full time, part time وهنا company مثلاً لو في company معينة تقدر تحط اسم company كمان لو أنت عايز تدور بالcompany فزي ما احنا شايفين بيظهر لك كل الشركات اللي طلبة محاسب senior مثلاً سي هروح لي شركة زي دي وتبتدي ان انت تشوف requirements مثلاً بتاع الشركة طلبة ايه بالظبط والرولز وتبص على benefits بص على كل حاجة ولو عجبيتك بتبتدي ان انت تروح تapply now وتقدم في الشركة طبعاً نفس الموضوع تنعمله على أي حاجة مثلاً هنا اقول content creation مثلاً هقول سعودي اريبيا بتدي اعمل search هنا بيديني كل الشركات اللي طلبة content creation زي ما قلتلك تقدر تعمل filtration وتشوف المواصفات ولو لقيت شركة شركة دي تقدر تقدم فيها من خلال responsibilities اللي طلبينها والمسؤوليات بان انت تعمل apply now زي ما احنا شايفين بصراحة هي ميزة حلوة جداً موجودة في مصد اكس دلوقتي وزي ما قلتلك المنافسة حتكون عليها لسه قليلة في حاول ان انت تدور واتمنى لكم جميعاً التوفيق زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكمنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته